عجل تحديث هام بشأن الكسوف الذي سيحدث في 8 نيسان 2024 إليكم التفاصيل توقع المختصون بالفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء حدود كسوف كل ليل الشمس عند الساعة 45 دقيقة من يوم الاثنين الموافق 8 نيسان 2024 غير أنه لن يكون مرئيا في المنطقة العربية دروة الكسوف ستكون عند الساعة التاسعة و18 دقيقة من يوم الاثنين وإن الكسوف الكلي سيكون مرئيا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبشكل جزئي في غربي أوروبا إن الكسوف الكلي حوالي 4 دقائق ومن من توقع أن يكون الجو مظلما مشابها للفجر أو بعد المغيب سينتهي الكسوف الجزئي في تمام الساعة الحادية 10 و52 دقيقة مساء مسجلا فترة زمنية تغدر بحوالي 5 ساعات و10 دقائق ويمكن رؤية ظل الغمر وهو يظلم جزءا من الأرض ويتحرك هذا الظل بسرعة مقدارها 2000 كم بالساعة إن كسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران حيث يعتبر مركز الكسوف هو ميلاد هلال الشهر الغمري الجديد شهر شوال تهدف هذه المعلومات إلى توضيع أن كسوف الشمس وخسوف الغمر هما ظواهر فلاكية طبيعية لا علاقة لهما بما يشاع عن نهاية العالم أو أحداث خارقة ينصح دائما بالاعتماد على المصادر العلمية الموطوقة للحصول على المعلومات الدقيقة حول الأحداث الفلاكية إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسونا في النهاية باللايك والاشتراك في الغناء شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء